الأزمة السياسية في العراق هل تنتهي بانتخاب الرئيس؟ بدء العام الدراسي الجديد يحفزنا للنضال ضد الغزو الثقافي الغربي هل يؤدي الاتفاق اللبناني الإسرائيلي إلى التطبيع مع الكيان اللقيط؟ ابقوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونجدد لكم التهنئة والتبريك بأسبوع الوحدة وولادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وولادة الإمام الصادق عليه السلام ونبارك للعراقيين بشكل خاص وحتى للمنطقة عموما لكل الذين يريدون أن يتنفس العراق وتتنفس المنطقة السلام نبارك الانتهاء على الأقل الآن من أزمة انتخاب الرئيس فيما يتعلق بالعملية السياسية في العراق طبعا هي أزمة حادة كبيرة خطيرة استمرت أكثر من عام لكن اقتران التوصل إلى حل على الأقل فيما يتعلق بانتخاب الرئيس وبالتالي تكليف الرئيس للسيد محمد الشيع السوداني لتشكيل الحكومة المقبلة الجديدة كاملة الصلاحيات تقارن ذلك مع أسبوع الوحدة مع الاحتفال بذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وذكرى ميلاد الإمام جعفر الصادق يعطينا شيئا من الأمل ويجعلنا نتفائل بأن هذه الأزمة في طريقها إلى الحد اللي سميت بالانسداد السياسي سميت بالجمود السياسي سميها ما شئت طبعا شهد العام الماضي منذ الانتخابات التي جرت في العاشر من تشرين أول أكتوبر من العام الماضي حزات اجتماعية سياسية أمنية أيضا وخلال جلسة انتخاب الرئيس في البرلمان أيضا حصل مثل هذا الأمر عندما ألقيت صواريخ على البرلمان وقع بعضها على أماكن أخرى هذا ما كنا نسميه ولازلنا بعمل الذئاب المنفلته نعم ما لم يتم تشكيل حكومة في الموعد المقرر وضمن السياقات التي تم التفاهم بشأنها وفي الأطر القانونية والدستورية حكومة كاملة الصلاحيات سيستمر عمل الذئاب المنفلته التي تريد أن تعبث بالأمن والاستقرار في العراق لكن أيضا علينا أن نتذكر وهنا طبعا يجب أن نشيد بالأداء السياسي للإطار التنسيقي بشكل خاص ولحلفائهم من الاتحاد الوطني الكردستاني الذين شكلوا فيما مضى من الوقت الثلث الضامن وليس الثلث المعطل هو نعم عطل جلسة انتخاب الرئيس الذي سيكلف كان يفترض أن يكلف رئيس وزراء لتنفيذ أجندة أعلنوا عنها صراحة هي أجندة الإقصاء إقصاء قوى الإطار وبشكل خاص القوى السياسية التي لها دور فاعل في مقارعة دولة داعش الإرهابية وفي مقاومة الاحتلال والرافضين للوجود الأمريكي والوجود الأجنبي عموما على الأراضي العراقية فهذا الثلث الضامن الذي ظنن أن لا يتحقق هذا الإقصاء وتعرفون جيدا لا يمكن أن يتحقق الأقصاء مو جرد قلم مو يدوسون على دقمة والله حل الحجد الشعبي خلاص لازم الحل الشعبي الحجد الشعبي يسلم سلاحه ويروح يقعد ببيته ويخضع لفلان وفلان أو نزع سلاح المقاومة لا ينسى ما فعلته المقاومة لا ينسى الذل الذي أصاب القوات الأمريكية كيف كانت تنسحد القوات الأمريكية في أواخر العام 2000 وطبعا بقية القوات الأجنبية في العام 2011 من العراق بعد إبرام الاتفاقية الأمنية وما سمي أنا ذاك أيضا باتفاقية الإطار الاستراتيجي وهنا أيضا يجب أن نشير أيضا إلى أن الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة الذين كانوا ولا يزالون يراهنون على مشروع داعش الإرهابي ومشروع تنظيمات إرهابية وتكفيرية أخرى منها أيضا يندرج ما يمكن أن نسميه بالذئاب المنفلته الذي شهدناه في الآونة الأخيرة شهدنا نشاطهم في البصرة تحديدا وحتى كما قلت لكم في أثناء الجلسة التي تم فيها انتخاب رئيس الجمهورية الجديد السيد عبداللطيف رشيد فهم لا ينسون أن الحجد الشعبي والقوى السياسية التي شكلت العمود الفقري للإطار التنسيقي هي التي أجهضت مثل هذه المشاريع لكن في نفس الوقت وأنا أشيد ويجب أن أشيد من لن يشكر المخلوق لم يشكر الخالق نشيد بالأداء السياسي الذي مارسه أقطاب الإطار التنسيقي بدون استثناء كل في موقعه وطبعا نشيد حتى بالتكتيك الذي مارسه زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني السيد بافل الطالباني وفعلا الولد على سر أبيه رحم الله مام جلال ونحن نعيش يعني أو عشنا في الفترة في الأسابيع القليلة الماضية ذكرى ذكرى رحيله كل هذه الممارسات بل حتى يجب أن نوجه الشكر إلى كل من ساهم في تمرير عملية الانتخاب بهذه الطريقة السلسة رغم وجود بعض الصواريخ المنفلته هنا يجب على الحكومة المقبلة أن تتشكل بكل سرعة ممكنة استثمار الوقت عدم التباطئ لأن لا تزال القوى التي تحرض العراقيين على بعضهم وخصوصا تحرض مفاصل وأطراف البيت الشيعي الواحد وسعت في الفترة الأخيرة إلى تحريض أقطاب البيت الكردي لك لا يحصل هذا التفاهم ولا يحصل هذا الاتفاق لا بد أن نشير إلى أن هؤلاء لا يزالون يعملون ويعبثون وعدهم قنوات وعدهم مؤسسات وعدهم مراكز أبحاث محليين إقليميين دوليين لأنهم من مصلحتهم تأخير أقولوا تأخير عملية تشكيل الحكومة لبقاء حكومة تصريف الأعمال لأطول فترة ممكنة يقول لك ممكن يصير تغيير ممكن تتغير بعض المفاعيل السياسية هنا وهناك نعم الوضع الإقليمي والوضع الدولي هو بصالحنا أستطيع أن أقول أنه نعم أن خطوة انتخاب الرئيس يمكن أن تنهي هذا الانسداد السياسي نهائيا لكن بشرطها وشروطها بشرط أن تستكمل هذه الخطوة بتشكيل الحكومة كاملة الصلاحيات لتقوم أيضا بمهامها في حفظ الأمن والاستقرار وفي التنظيف الله يساعدك يا محمد الشياء السوداني الآن أنت عمامك مهمة خطيرة كبيرة مهمة التنظيف تنظف اللي صار خلال هذه الفترة مع كل الأسف منذ أن جاء السيد مصطفى الكاظمي وحتى اليوم هناك الكثير من الخطوات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بإحلال قيادات أمنية وأحلال قيادات إعلامية وشخصيات قيادية اقتصادية محلة الكفوءة والمخلصة والنزيهة عملا بتوصيات محهد واشنطن محهد واشنطن الذي أسسته منظمة الأيباك اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية ولا يزال هذا المعهد يراهن على إطالة الأزمة لإيجاد احتكاك بين القوى الأمنية العراقية خصوصا بين الحجد الشعبي وباقي القوى العراقية وأيضا داخل البيت الشيعي الواحد من خلال توصيات لعلكم فقط راجعوا تقرير يوم 2 أغسطس الماضي يعني قبل فتنة الخضراء لمحهد واشنطن وستكتشفون أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها أرغموا على القبول بتمرير الرئيس وبتمرير رئيس الوزراء ولعلكم لاحظتم بارقيات التهنئة التي تقاطرت وكان أول رئيس أو أول دولة من دول خارج المنطقة هذه الدول التي تسمى بالدول الكبرى التي هنأت الرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تحديدا المكلف السيد محمد الشيع السوداني هي فرنسا وتعرفون فرنسا كيف تدخلت في الفترة الأخيرة لكي تفرض على العراقيين أن يتم تجديد ولاية ثانية للسيد مصطفى الكاظمي وبعدها توالت بارقيات التهنئة حتى جاءت أيضا من السفيرة الأمريكية ومن القيادات الأمريكية لأني كما قلت لكم لأن المنطقة بعد عدم تجديد هدنة اليمن وبعد الانتصار الكبير الذي حصل في لبنان لحزب الله ومحور المقاومة وبعد الانكفاء الكبيرة التي حصلت في سوريا من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبعد هذه الإخفاقات المتوالية لغرف العمليات الأمريكية والإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية في مشروع يسمى بمشروع مظاهرات الحجاب التي أجهضت تماما بفعل الإرادة القوية بالشعب الإيراني الشقيق ابقوا معنا بدء العام الدراسي الجديد يحفزنا للنضال ضد الغزو الثقافي الغربي الذي يجتاح العراق من أقصاه إلى أقصاه خاصة بعد أن وجدت في العراق ما أصبحت تسمى بمنظمات المجتمع المدني التي تغذيها أجهزة صهيونية والماسونية العالمية والتي تعمل على إسقاط القيم الدينية والقيم التربوية والقيم الأخلاقية طبعا نحن أولا نبارك ونجدد التبريك والتهنئة لأبنائنا وبناتنا الذين توجهوا قبل أيام إلى مقاعد الدراسة مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة في المدن العراقية في الجنوب والوسط بشكل خاص لأن العام الدراسي في كردستان كان قد بدأ في منتصف أيلول سبتمبر الماضي أيضا نبارك لأهلنا في كردستان العراق هذا العام الدراسي والموضوع واحد يعني الغزو الثقافي الغربي الذي يجتاح مجتمعاتنا لا يفرق بين مجتمع كردي ومجتمع عربي ومجتمع بل حتى المجتمعات غير الإسلامية هناك غزو أرادوا لهذه الشعوب أن تبتذل يريدون لهذه الشعوب أن تنتهك ولاحظتم أنتم في العراق يعني منذ مسيرة أو مظاهرات تشرين عام 2019 التي نجدد ونكرر مرة أخرى أننا وكل المعنيين والمخلصين ومن يهمه استقرار العراق ومن يهمه أن يعيش العراقيون في بحبوحة من العيش بعد التخلص من دكتاتورية صدام ونظامه سيء الصيت لا بد أن نذكر بأن المظاهرات المطلبية الاحتجاجية السلمية حق مشروع يكفله الدستور العراقي لكن وفق قانون بدون هذا الانفلات الذي حصل ووصل الأمر إلى أن يعرقلوا الدوام أو دوام المدارس وشفتوا تلك المظاهر السيئة النماذج السيئة التي أرادوا أن يسوقوها يتم تسويقها على أن هؤلاء قسم حتى من المعلمين والمعلمات وقسم من الطلبة والطالبات تم تسويقهم بكل أسف مع كل الأسف بالبذاء وبنظام التفاهة أولا من الطلبة أظهروا لنا أظهروا لنا بعض التلاميذ والتلميذات الذين أساءوا للمعلمين وللمعلمات ولمقام المعلم الكبير كاد المعلم أن يكون رسولا مقامه خطير في المجتمع أنت إذا استطعت أن تحفظ المدرسة من أن تنخرط وتنزلق في كل هذه المؤامرات التي تمارس على الشعب العراقي وبقية المجتمعات فأنت حفظت المجتمع من الضياع من الهلاك كاد المعلم أن يكون رسولا دعنا نفكر بمثل هذا البيت ونفكر بمقام التعليم الذي مع كل الأسف بدأ ينهار على كل المستويات ينهار هذا المقام هذا المكانة التعليم تنهار تربويا الطلبة كل حتى وضحهم في المدارس العراق النفطي الذي الآن يفتخرون يقولون عندنا كذا مليار يمكن 87 أو 83 مليار دولار والله هذا احتياطينا من بعد ارتفاع أسعار النفط والطلبة كل خمسة برحلة يصير مدارس كثيرة أصلا بعض الطلبة يروحون يريدون يروحون للمدرسة لازم يعبر أنهار من المياه الآسنة خصوصا عندما تحطلوا الأمطار لا كتب لا قرطاسية اليوم اسمعت أحد أبنائنا الصغار يخبرني يقل لي قلونا في المدرسة في كربلاء المقدسة جيبوه اشتروا كتب اشتروا قرطاسية وعدنا مجانية التعليم وفي بلد نفطي وأيضا لا يزال التعليم إلكترونيا وهذه بالحقيقة هذا يعني انت بيصير تسوي تعليم إلكتروني في ظل هذه الحجمة الشرسة من الإعلام الغربي من مراكز الأبحاث الغربية لترويج الثقافة الغربية المبتذلة لا يزال هذا طبعا وله مساوى عديدة أيضا طبعا حتى تجعل الطالب يفتقد القدرة على التركيز حسا ممكن تقول لي أنا عندي مشكلة في كورونا وكورونا تقريبا تم نحله الآن وبعدين أكو طرق التباعد يعني بإمكانك تتفادى مثل هذا الأمر هو شنو قيمة التعليم المدرسة تروح انت للمدرسة تروح السنة في بريطانيا تدرون التلميذ أو التلميذة يروح للمدرسة كأنه راح في بيته الحقيقي الثاني ما يحب يرجاع إلى بيته لأنه يعيش حياة اجتماعية هذه الحياة الاجتماعية تنمي عند الفرد القدرة على التطور وعلى أن ينمي ذهنية العلمية لا زالت وسائل التواصل الاجتماعي كما تعلمون تشكل خطرا على سلوك الطلبة والطالبات عدنا في نفس الوقت بعض المؤسسات الخطيرة تروج لفنانين فنانات من دول عربية يريدون يسوون ما تفعله الآن المملكة العربية السعودية مع كل الأسف بحجة الانفتاح ومواجهة التطرف الديني سوى وحفلات رقص وديسكو وأغاني وفيها عري ويجيبون فنانين في بلدانهم في بلدانهم هم مطرودون مطرودين في بلدانهم دول الجوار تطرجهم احنا نصر على أن نجيب ليش تجيبهم وذولهم يسوقوهم نماذج لطلبتنا لبناتنا لأولادنا هذا خطر كبير هذا خطر كبير يجب في الحقيقة مواجهته بكل جدية وأنا أقول هذا الأمر لا يقتصر فقط على الجانب التربوي لا لا حتى على يعني وزارة التربية السالة من هنا أوجه رسالة إلى الأخ العزيز الأستاذ محمد الشياع السوداني أن ينتخب وزيرا للتربية بعيدا عن فكرة المحاصصة وفكرة يعني أن يفرض عليه وزير لديه منهج ربما وكثير من الوزراء مرتبطون ربما فكريا على الأقل هو شنو معنى العمالة العمالة مو بس اليوم انت والله عميل للسفير الأمريكي والسفارة الأمريكية توجهك وتسييرك مع ملاحظة أن هذا موجود حاليا لدى بعض القوى السياسية لا لا هناك عمالة فكرية هناك استلاب حضاري هناك من هو مبهور بما يسمى بالمدنية أو بالحضارة الغربية فيروج لأفكارها ولمثقفيهم ولفنانيهم ولمطربيهم انتو شفتوا هاي أمامك الآن ما يسمى بتظاهرات الحجاب في الجمهورية الإسلامية من اللي يتعاطف مع هؤلاء الذين يريدونه أو النساء اللائي وهم أقلية النساء اللائي لا يردن الحجاب لا يردن العفاف لا يردن الاحتشام من اللي يتعاطف وياهم وجاء يروجونه في وسائل التواصل الاجتماعي وهذا الطلبة والطالبات تشوفوه عندما يكون التعليم الإلكتروني وعندما وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن السيطرة عليها فنانون نماذج سيئة من فنانات والله تعالوا انقص شعرنا وعري يعني بكل صراحة غير موضوع العري لا لا لأنه هو موضوع الحجاب له صلة مباشرة بتحطيم الثقافة الإسلامية وهذا يريدون يروجوه حتى في مدارسنا وفي عد بناتنا وعد أولادنا موضوع الثقافة الإسلامية المنهارة التشكيك الحاد الحاد الآن يجري تسويقه على قدم وساق في بعض المدارس بل حتى في الكليات وحتى من بعض من يوصفون بالأساتذة الجامعيين والأكاديميين انت يكفي ان تشاهد هذول اللي مسورفتشيه اللي يطلعون على بعض القنوات الفضائية ويعرفون هذا أستاذ جامعي وهذا أكاديمي ويجي يعد هو يحل السياسة يتحدث بالسياسة وتشوفه شلون يروج للعمالة للأجنبي بطريقة لا تؤهله أن يكون أستاذا في جامعة يقدم للناس النموذج الأخلاقي لكي يحتذا به على أي حال هناك كثير من الأمور التي يجب أن يلتفت إليها فيما يتعلق بالتعليم في العراق وأن نركز قبل كل شيء على الجانب الفكري والعقائدي والديني والأخلاقي بالإضافة إلى تقديم التسهيلات المستلزمات التي تمكن الطلب من أن يحصلوا على تعليم جيد بكرامة بكرامة أنا أدعو من هنا مو بس أن يكون فعلا هذا التعليم مجانيا وبالعمل لا يجب أن يعطى الطلبة مكافآت مالية مو تقولوا نحصتهم من النفط هسا خب النفط جاي ينشفوط وجاي ينسرق خذوا للطلبة سوولهم ميزانية لأن الكثير من الطلبة الكثير من الطلبة وهذه حط جواها ألف خط استشهد آباؤهم وهم يقاتلون الأرهاب ولا يملكون تلك الإمكانيات لكي يواصلوا التعليم وأنا أعرف الكثير من هؤلاء تركوا وتفوقون تركوا الذهاب إلى الجامعات لأنهم لا يستطيعون أن يوفوا أو أن يؤدوا أبسط مستلزمات الدراسة الجامعية من المسؤول عن ذلك؟ ابقوا معنا هل يؤدي في الاتفاق اللبناني الإسرائيلي حول الحدود وما يتعلق بحق الكاريش إلى التطبيع مع الكيان اللقيط طبعا هذه أمنية يتمناها أعداء لبنان وأعداء محور المقاومة وهذه واحدة من الموضوعات التي أثيرت عندما أصبح الحديث عن موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة وليس مع إسرائيل عندما برز وأصبح واقعا حمليا أنا قلت إسرائيل لأنني نقلت عنوانا من عنوين هذه التمنيات والأمنيات والتضليل الذي يمارس على قدم وساق من قبل وسائل الأعلام ومن يقود وسائل الأعلام هذه لتشويه هذه الحقيقة سماحت السيد أمين عام حزب الله القائد المظفر السيد حسن نصر الله شرح هذا الموضوع بشيء من التفصيل وأنا أنصحكم هنا إلى مراجعة ما تحدث به سماحته في لقائه الأخير الأسبوع الماضي قال سماحته حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة لفت السيد نصر الله إلى أنه نتيجة وجود النفط بدأ الحديث بشكل حيوي حول ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة والرئيس نبيه بري هو من كان يقوم بإدارة مساعي التفاوض حط بارك يمي يقول كنا نحن كمقاومة قد وافقنا على ذلك لكي يتم الترسيم من أجل البدء بالتنقيب عن النفط مو الاعتراف بهذا الكيان اللقيق أبدا ترسيم الحدود مع فلسطين سموا عندنا نزارة شبعها محاولها اختلاف مع فلسطين فلسطين إن شاء الله بكرة يتم تحريرها هم تقول أنا هذا حدودي وهي وين نفطي خدت نفطي خدت غازي ماهمني سماحة السيد نصر الله حفظه الله دقيق وواضح تماما يقول الدولة اللبنانية هي التي ترسم الحدود أو ترسم الحدود وهي التي قالت إننا زارع شبعها وتلال كفرشوبة وجزء من الغجر لبنانية دولة دولة هي أن يتحدد هاي لبنانية ذلك فلسطينية هاي سورية وعلى فكرة هذه موضوع الاختلافات الحدودية هذا موضوع أزلي موجود في كل دول العالم السعودية والإمارات والإمارات وعمان قطر والبحرين ها مو دول الكويت والسعودية هاي سموها منطقة الحياة إيران والعراق لا زال عندنا مشكلة حدودية ودائما أقول لكم ما بين العراق وإيران فقط البند الأول من القرار الدولي خمس مية واثمانية وتسعين الذي أوقف الحرب التي شنها صدام على الشعبين أكون مسائل عالقة كنت أحدد هم الإيرانيين يقول نحن عندنا يكون حقول نفوط يأخذ العراق والعراق يقول هذا أمر طبيعي بالنسبة إلى لبنان لبنان يعاني من ضائقة اقتصادية لبنان عنده نفوط عنده غاز يريد يبدأ بالاستفادة فيما يتعلق بالتنقيب والحصول على حقه هذا حقه الطبيعي زين إلى أن تتحرر فلسطين ما يشوين يقدر ينتظر ما ينتظر لا يمكن أن يتحقق ذلك فإذن نقترى السطر الموضوع سالب بانتفاء الموضوع يعني يقولون سالب بانتفاء الموضوع يعني ماكوشي اسم التطبيع مع الكيان الصهيوني أوضح سماحته أن المفاوضات هي لترسيم الحدود فقط ويا من ويا فلسطين المحتلة فلسطين وليس لأي مقدمة أخرى وأكدنا سابقا على ضرورة اقتصار قضية ترسيم الحدود على الموضوع التقني فقط هذا إلك هذا للفلسطينيين حسنا محتلين الإسرائيليين وقلت لكم قبل قليل لا يمكن أن نصبر طويلا ونحن عندنا شعب عندنا مشكلة اقتصادية وريد يأكل فريد يشرب هذا حق الطبيعي فريد يستفيد من موارده وثرواته أوضح سماحة السيد نصر الله أن المقاومة تلتزم بما تحدده الدولة في موضوع الترسيم وبالتالي تساعد مع الجيش حط بالك هنا في تحرير أي أرض محتلة بعد وين التطبيع شنو هاي الجعاية وهذا التضليل تعال شوف القنوات التافهة اللي تعتاشوا فقط على الكذب والتضليل وهو عينك عينك يقولون والله السيد السيد عفوا حسن نصر الله يقول لا ما نعلى دينا من أن يحصل الإسرائيلي على كذب كذب أكاذيب عينك عينك أضافة بعد عام 2000 يوم الانتصار يوم التحرير ذهبت الدولة اللبنانية إلى مفاوضات غير مباشرة حول نقاط النزاع والخلاف مع العدو الإسرائيلي واستعادت جزءا منها وقال السيد نصر الله منه بدء ترسيم الحدود البحرية فرحل بعضه خاصة من يدور بالفلك الخليجي الرسمي الحديث عن مسألة التطبيع مع العدو خاصة أن الترسيم جاء مع موجة التطبيع وهو يقولون اللي بعب بصخل إمعم وهم يطبعون فيقلك إيه هالهم ويخلي نروج للتطبيع حتى شوية نفك نفسنا من من العيب والعار الذي أصابنا وتابع أن هذه المسألة غير مطروحة لا بالنسبة لحركة أمل ولا بالنسبة لحزب الله والبعض ربط المسألة بمفاوضاتهم هم أشار إلى موضوع المفاوضات الأمريكية الإيرانية حول الاتفاق النووي وقال هذا البعض هم أدوات الخارج ولذلك لا يمكن أن يقتنعوا أن هناك قوى اللبنانية مستقلة تتخذ القرار وفقا للمصالح اللبنانية ورأى أن كل هذا المناخ ينبع من غرفة سوداء واحدة هدفه رمي قنابل دخانية تهدف للتغطية على المطبعين وكل ما قيله هي أكاذيب ومن مخيلات البعض ولا تستحق أن يصدر أو يحزب الله أي بيان للتعليق عليه وأي كلام من هذا القبيل هو بهتان وكاذيبون بالنسبة للاتفاق النووي الإيراني أنا قلت لكم سابقا أن الأزمات مترابطة لكن في نفس الوقت عندما ينجح جزء من محور المقاومة في تحقيق انتصار في مكانه الطبيعي يؤثر ذلك على الأزمات الأخرى وشوفنا قضية اليمن أمامكم قوة اليمن رفضهم تجديد الهدنة التركيز على أنهم لن يجددوا الهدنة والشتاء قادم وممكن أن يطلقوا صواريخهم وطائراتهم المسيرة على المملكة العربية السعودية أضافوا أهدافا إلى بنك الأهداف السابق هذا كله جعل العراق في موقف قوي جعل لبنان في موقف قوي والعكس صحيح وأيضا هذا يجعل الإيراني أمام الأمريكي في موقف قوي ليش؟ لأن الأمريكي فشل في أن يحقق شيئا من مشروع المظاهرات العبثية التي أرادوها داخل إيران هو الهدف الكبير إسقاط الجمهورية الإسلامية ولكن الأهداف المرحلية هو ممارس الضغط على إيران لكي توافق على شروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى شروط الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالعودة المتبادلة إلى الاتفاق النووي وليس غريبا أو بعيدا أن نذكركم بأن التدخل الإيراني في سوريا وهذه حقيقة ثابتة يجب أن أكررها دائما إيران تدخلت في سوريا لحفظ الدولة السورية من الإرهاب العالمي هذا التدخل جاء بدعوة مباشرة من سماحة الأمين العام لحزب الله لبنان السيد نصر الله يعني حلفاء إيران لا يتحركون بالريموت كونترول مو لازم إيران تسوي شيء والله الحليف هم يسوي هذا الشيء لا لا بالعكس تماما هنا بالعكس تماما وهذه القضية السورية أمامك حزب الله هو الذي تدخل هو الذي ذهب وبادر ودافع عن الدولة السورية ورفعوا شعار لكي لا تسبى زينب مرتين بعد ذلك أشار سماحته إلى الإمام القائد السيد علي خامنئي قال له ترى هذا الوضع هيك وهيك وهذا التفاصيل فأنصحكم أقترح عليكم أن تتدخلوا أرسل الإمام السيد علي خامنئي الشهيد القائد حسين همداني وبعد ذلك أرسل الشهيد القائد قاسم سليماني وتحقق الانتصاب بل حتى هذه فقط للإشارة للتذكرة حتى التدخل العسكري الروسي روسيا كانت لم تتدخل آنذاك إلى سبتمبر آخر سبتمبر 2015 روسيا ما تدخلت لكن تدخلت وقامت بعمليات عسكرية جوية ضد الإرهاب في سوريا باقتراح وطلب من القيادة الإيرانية التي كان يمثلها الشهيد القائد قاسم سليماني فالجواب على هذا السؤال هل يؤدي الاتفاق اللبناني مع فلسطين المحتلة إلى التطبيع مع الكيان اللقيط كلا وألف كلا وهذا درس لنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر